السلام عليكم ايدي كاتر اهلا بكم في ثالث محاضرة ومحاضرات كورس الف سيرش وهنكمل ان شاء الله مع بعض شرح الكاردو فاسكولار سيستم محاضرة النهاردة هتبقى معتمدة بشكل كبير على المحاضرتين اللي شرحناهم قبل كده فياريت نكون سامعين المحاضرتين اللي فاتوا علشان في كلام كتير منهم هيتكرر في محاضرة النهاردة ان شاء الله محاضرة النهاردة ان شاء الله هتبقى جميلة وبسيطة وهتعجبكم بس محتاجين يركز شوية مع بعض وتجيب وراء وقلم وتسجل النقاط الهمة علشان تقدر ترجع ليها تاني بكل سهولة هنتكلم بقى النهاردة ان شاء الله على جزء الكارتك بروبيرتس وجزء الكارتك بروبيرتس ده متقسم عندي ليه الكتريكال اكتيفتي بتاعت الهارت والميكانيكال بروبيرتي بتاعت الهارت وجزء الكارتك بروبيرتس ده من الاجزاء المهمة واللي بيجي عليها اسئلة كتير جدا في الامتحان لانه معتمد عالفه ولو فهمته ان شاء الله هتلاقي بسيطة وفيش فاقي مشاكل ندخل بقى الموضوعنا عضلة القلب زي ايه عضلة في جسمنا ليها وظيفة ووظيفتها انها هتعمل كونتراكشن والكونتراكشن ده بنسميه ميكانيكال اكتيفتي طيب هوا الكونتراكشن ده بتعمله من نفسها يعني فجأة كده هنلاقي عضلة القلب بتعمل كونتراكشن وبتشتغل من نفسها ولا في حاجة بتشغلها طبعا لازم حاجات شغلها فعلى شين القلب يشتغل ويعمل وظيفته اللي هي الكونتراكشن لازم يجوله كهرباء والكهرباء دي بنسميها قالك كمان ان الالكتريكال اكتيفتي دي بتتم على ثلاث خطوات ومع يحصل الثلاث خطوات الناتج سيكون الناتج بتاعهم الميكانية الاكتيفتي اللي هي الكونتراكشن تعالوا نشوف ايه هم الثلاث خطوات دول أول حاجة الإجزادي إليطة تاني حاجة Author servicity ودي بتتكون من حاجتين Automaticity و Reismicity ثالث حاجة el conductivity وآخر حاجة contractility اللي بيتنتق طبعا عن Live Disability وال Autзя lakh الخاجات اللي قلناها دي كلها اسمها Cardiac properties الخصائص اللي بتتميز بيها عذرة القلب سريعا كده وظيفة القلب انه يعمل contraction وعليشان يعمل contraction لازم يجيله كهربا والكهربا دي عبارة عن ثلاث حاجات Excerability Autismicity Conductivity كمان نقدر نقول إنها سلسلة من الخطوات ماشية وراء بعض بالترتيب أول حاجة بيحصل استثارة عضلة القلب بتستثار ولما يحصل استثارة بيعمل جينيريشن للأكشن بوتينشيل اللي هي الإمبلز دربة القلب والخطوة دي بنسميها الأوتوريزميزيتي وبعد كده الأكشن بوتينشيل ده أو الإمبلز دي هتتنقل لكل حتة في الكاردياك مصيل فايبر اللي هي خطوة التوصيل وبعد ما الأكشن بوتينشيل يتنقل لكل الكاردياك مصيل فايبر هيحصل الكونتراكشن الانكباط طيب لو سألك في الامتحان وقال لك قل الديفينيشن بتاعة الاجزيتابيليتي أو الأوتوريزميزيتي أو الكونتراكتيفتي أو الكونتراكتيليتي وعلى فكرة ده من الأسئلة المشهورة جدا في الجزء له فتعالوا بقى كده نتعرف علوم بالتفصيل الاجزيتابيليتي يعني إجزيتابيليتي يعني استثارة يعني قابلية العضلة للاستثارة طبعا أي أوريجن أو تشوف جسمنا علشان يدي رسبونس استجابة لازم يكون قابل للاستثارة يبقى تعريف الاجزيتابيليتي و أهم كلمة هي رسبوند قابليته للاستجابة إن هي تستجيب لمؤثر معين طيب إيه هو الستجابة اللي أنا مستنيها من عضلة القلب لما يحصلها استثارة إنها يعمل لجينيريشن و كونداكشن للأكشن بوتينشيال الجينيريشن ده اللي هو الأوتوريزميزيتي والأوتوريزميزيتي زي ما قلنا قبل كده إنها تتقسم لخطوطين أوتوماتيسيتي و رزميزيتي يعني إيه الأوتوماتيسيتي؟ أوتوماتيسيتي يعني حاجة أوتوماتيك يعني عضلة القلب مش منتظرة أعصاب تجيلها من بره علشان تشغلها لأ هي بتشغل نفسها بنفسها بالتالي هنلاقي في تعريف الأوتوماتيسيتي Spontaneous Generation of Action Potential Independent of Extrinsic Stimuloid يعني عضلة القلب مش منتظرة أي حاجة تجيلها من بره علشان تعمل لها استيميوليشن لأ هي من نفسها وبشكل أوتوماتيك هتطلع Action Potential أو Cardiac Impulse اللي هتشغلها و دي هي خاصية الأوتوماتيسيتي طيب إيه يا رزميزيتي؟ يعني Action Potential أو الإمبلز اللي بتطلعها دي بتطلعها بشكل ريجولار دقات قلبنا مشي بشكل منتظم و اللي بيحافظ على دقات قلبنا بالشكل المنتظم ده هو خاصية الرزميزيتي وبالتالي هنلاقي في تعريف الرزميزيتي Regular Generation of this Action Potential اللي احنا لسه نطلعينها في خطوة الأوتوماتيسيتي طيب بعد ما الأوتوماتيسيتي طلعتلي الأكشن بتنشيل ده بشكل أوتوماتيك والرزميزيتي نظمت الأكشن بتنشيل وخليته يطلع بشكل ريجولار منتظم الوقت محتاجين نوصل الأكشن بتنشيل ده لكل حتة في عضرة القلب و دي هي خاصية الكندكتيفتي يبقى الكندكتيفتي إيه؟ ability of the cardiac muscle to transmit action potential from one fiber to the adjacent fiber علشان يوصل لكل حتة في عضرة القلب يبقى الاجسايتابلتي والأوترزميزيتي والكندكتيفتي دول بمسرولي الكهرباء اللي هتشغل القلب واللي بنسميها electrical activity of the heart اللي بعدها هيحصل ال contraction اللي هو mechanical activity of the heart يبقى تعريف ال contractility ability of the cardiac muscle fiber to contract والأهم من ده الفورس أو القوة اللي بتنتج عن ال contraction ده واللي هي هتنقل الدم لكل حتة في الجسم يبقى دي مقدمة لازم نكون فهمنها وحفظنها كويس جدا لأن السؤال اللي بيجي على الجزء ده غالبا هيتطلب منك تتكلم عن واحدة من الأربع cardiac properties dual يعني عاوز يعرف ال definition وال factors اللي بتأثر عليها وهنتكلم على factors دي قدام إن شاء الله بالتفصيل تعالوا بنا نتكلم على جزئية مهمة جدا وهي ال action potential بتاع ال cardiac muscle عندنا في ال cardiac muscle نوعين من ال action potential ليه عندنا نوعين من ال action potential علشان احنا قلنا إنه عندنا نوعين من ال cardiac muscle fiber وأكيد كل النوع هيبقى ليه action potential خاص بيه طيب كانوا إيه بقى النوعين دول النوع الأول من ال cardiac muscle fibers ال ordinary fiber أو contractile اللي وظفتها أنها تعملي contraction ودي كانت موجودة في ال wall بتاع ال atria وال ventricle النوع الثاني من ال fiber اللي اسمه specialized fiber ودي اللي كان وظفتها أنها تعمل generation ال action potential بتاع ال cardiac muscle fiber واللي كانت موجودة في ال SE node وال AV node هنتكلم أول حاجة إن شاء الله على ال action potential بتاع ال contractile muscle fiber اللي هي بتاعة ال atria وال ventricle وبعد كده إن شاء الله هنتكلم على ال action potential بتاع ال SE node وال AV node واللي بنسميه ال peace maker action potential في معلومة كده عوزين نقولها هنا الوقت بشكل عام وهنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله لما يجي وقتها ال action potential بتاع ال contractile muscle fiber بنقول عليه ال fast response action potential لو لاحظنا ال debularization بيكون very rapid very fast ما خدش وقت في أقل من جزء من الثانية حصل على طوح فبنقول عليه fast response action potential لكن ال action potential بتاع ال SE node وال AV node اللي هو ال peace maker action potential بنقول عليه slow response action potential لو نلاحظ ال debularization بيكون طالع بشكل gradual عشان كده بنقول عليه slow response action potential ليه ده rapid وده gradual ده هنعرفها بالتفصيل قدام شوية إن شاء الله تعالوا بنا نتكلم أول حاجة على ال action potential بتاع ال contractile muscle fiber اللي هي بتاعة ال atria وال ventricle وأنا أخد مثال ال action potential بتاع ال ventricle ال action potential بتاع ال contractile fibers زي ال ventricle بتكون من 5 phases phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 كل phase من دول لها اسم ولها سبب يبقى أنا مطلوب مني أبقى عارف ان ال action potential بتاع ال contractile muscle fiber بتاع ال atria وال ventricle متكون عندي من 5 phases كل phase من الخمسة دول لها اسم ولها سبب لو عرفت اسم وسبب كل phase يبقى أنا كده فهمت ال action potential ده كويس جدا وهنعرفهم مع بعض ان شاء الله بالتفصيل قبل ما ندخل في اي تفاصيل فيه كم معلومة كده عاوزك تكون عارفهم phase 0 ده يبارة عن depolarization phase 1, phase 2, phase 3 بيمثلولي repolarization phase 4 بيمثل لي resting membrane potential phase 2 لها اسم خاص بيها ودي حاجة مميزة لل action potential بتاع ال atria وال ventricle fiber بنقول عليه البلاتو وهنعرف ايه سببها الوقت مع بعض يبقى phase 2 بنقول عليها البلاتو ودي specific لل action potential بتاع ال atria وال ventricle يعني مش موجودة في اي action potential تاني لا بتاع نيرف ولا بتاع المصل ولا حتى موجودة في ال pacemaker action potential اللي هو بتاع ال se node وال ev node يبقى phase 0 ده عبارة عن depolarization الكارف لما بيكون في الاول كده وطالع بنسميه depolarization ولما الكارف يبدأ ينزل بنسميه repolarization لو ركزنا في الصورة اللي قدنا دي هنلاقي الكارف ينزل عندي على مرحلتين مرحلة في phase 1 الصغيرة دي والمرحلة التانية في phase 3 الكبيرة فكده انا عندي اثنين repolarization phase 1 هنسميها ال initial repolarization يعني ال repolarization اللي حصل في الاول و phase 3 ده ال repolarization التاني وهنلاقيه نازل بسرعة وقتر من الاول فبنسميه rapid repolarization phase 4 دي بتمثلي resting membrane potential اللي انا بنتهي بيها وكمان ببدأ بيها يعني ممكن اقول ان هنا كمان في phase 4 phase 2 ليه اسم خاص بيها اللي هي البلاتو وهي specific action potential بتاع ال contractile fiber كده احنا عرفنا اسم كل phase عاوزين بقى نعرف ايه سببها نركز في الرسمة اللي قدنا دي زي ما احنا شايفين قدامنا كده phase 0 phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 اول حاجة هنتكلم عنها الوقتي هي phase 0 واللي بتمثلي depolarization و phase 0 كما بنسميها ال rapid depolarization او الاسم التاني لها rapid abstract وكلمة abstract دي يعني ضربه سريعه لان زي ما احنا شايفين تحت الكارف ده time وال phase دي ما خدتش وقت تحصل بسرعة جدا يبقى phase 0 دي عباره عن rapid depolarization او rapid abstract كده احنا عرفنا اسمها طيب ايه سببها؟ سببها دخول السوديوم عن طريق حاجة اسمها fast sodium channels يبقى لو قال لي ليه ال rapid depolarization بتحصل بشكل رابد سريع هقول له نتيجة دخول السوديوم من fast sodium channels ودي بيتدخل السوديوم بصورة سريعة جدا ومن هنا سمينا ال action potential بتاعنا ده fast response action potential مش قلنا في الاول ان ال action potential بتاع piece maker بنقول عليه slow response action potential لكن ال action potential بتاع الاتريا والفنتركل بنقول عليه fast response action potential ليه بنقول عليه fast response؟ لان بيحصل عندي rapid depolarization ليه بيحصل rapid depolarization؟ نتيجة دخول السوديوم بشكل سريع جدا من fast sodium channels طيب هنا فيه ثلاث ارقام لازم نكون حافظينهم وفاهمينهم كويس جدا اول رقم معانا هو سالب 90 ميلي فولت وده اللي هو الرستنج من brain potential يبقى احنا بنبدأ ال action potential من كام؟ سالب 90 ميلي فولت وبعد كده بنوصل لنقطة الفايرنج ليبل النقطة اللي كل السوديوم تشانل زي بتفتح فيها عندي سالب 65 ميلي فولت وبعدين بنوصل هنا لنقطة ال peak النقطة اللي كل السوديوم تشانل هتقفل فيها وبكده هنكون خلصنا مرحلة depolarization وده هتكون عند بوزتيف 20 ميلي فولت يبقى الثلاث ارقام دول لازم نكون حافظهم كويس جدا رستنج من brain potential سالب 90 ميلي فولت وصلنا للفايرنج ليبل عند سالب 65 ميلي فولت وطلعنا لنقطة ال peak اللي كل السوديوم تشانل افلت عندها وخلصنا depolarization عند بوزتيف 20 ميلي فولت بعد ما خلصنا depolarization تعالوا بقى نعمل repolarization فاز 1 معانا بتمثلي بداية ال repolarization عشان كده بنقول عليها ال initial repolarization كده احنا عرفنا اسم الفيس دي طيب اي سببها؟ اول حاجة معانا واهم سبب في مرحلة repolarization اللي حاجة اللي كانت بتعملي اللي هي ال fast sodium channels اللي كانت بتدخلي صوديوم قفلناها ولما قفلناها يبقى انا كده وقفت الحاجة التانية بدأنا نخرج البوتاسيوم من الخلية علشان يعمللي repolarization وزي ما احنا شايفين ال initial repolarization دي فيس صغيرة فالبوتاسيوم بيخرج من التشانل خاصة به بنقول عليها transient potassium channel ليه بنسميها transient لان زي ما احنا شايفين الفيس بتاعة ال initial repolarization حاجة transient حاجة صغيرة خالص بتقعد وقت بسيط خالص وبما انها بتقعد وقت بسيط فالشانل دي برضه تفضل فتحة وقت بسيط فسمناها transient الحاجة التالتة اللي بتساعد في مرحلة ال initial repolarization ان الهدف عندي في المرحلة دي ان اقلل البوستفتشارج اللي كانت الخلية والبوستفتشارج دي بقللها عن طريق حاجتين اول حاجة خرج البوستفتشارج بره الخلية وده اللي عملنا لما خرجنا البوتاسيوم ودخل نيجاتفتشارج جوه الخلية طيب ايه هي النيجاتفتشارج اللي بدخلها اننا بتدخل شوية كولورايد جوه الخلية سريعا كده عشان نختصر الكلام ده يبقى phase 1 دي بداية ال repolarization عشان كده سمناها ال initial repolarization طيب ايه سببها سببها تلات حاجات اول حاجة اننا وقفنا ال depolarization عن طريق اننا قفلنا ال fast sodium channels اللي كانت بتدخل صوديوم وعرفنا ان هدفنا في المحرحة دي اننا نقلل البوستفتشارج جوه الخلية ويبقى نقللها عن طريقين اننا خرجنا البوتاسيوم بره الخلية عن طريق شانل خاصة اسمها transient potassium channel وعرفنا ليه سمناها transient ودخلنا شوية كولورايد negative charge جوه الخلية كده يبقى احنا خلصنا phase 1 اللي هي ال initial repolarization تعالوا بقى نتكلم على phase 2 واللي قلنا انها specific ال action potential بتاع واللي بنسميها مرحلة البلاتو في مرحلة البلاتو هنلاحظ ان الخط ماشي مستقيم البلاتو عندي بيكون around 0 لا بيزيد ولا بيقل طيب السبب السبب في كده ان مرحلة البلاتو دي بيحصل فيها balance تعادل بين قوتين قوة بتشد الفوق علشان تعمل وقوة بتشد التحت علشان تعمل القوتين دول تساووا مع بعض بالتالي البلاتو مش هيحصل في اي تغيرات يعني مش هيزيد ولا هيقل فيمشي بشكل مستقيم زي ما احنا شايفين كده طيب ايه هما الحاجتين اللي بيعملوا balance ده اول حاجة دخول الكالسيوم للخلية وتاني حاجة خروج البوتاسيوم من الخلية يبقى البلانس ده ما بين دخول الكالسيوم جوه الخلية وخروج البوتاسيوم من الخلية هو ده اللي عملي مرحلة البلاتو وهو اللي خلل من prime potential around 0 طيب الكالسيوم بيدخل عن طريق channel بنقول عليها long lasting calcium channel والبوتاسيوم بيخرج عندي من channel اسمها delayed rectifier potassium channels تعالوا بقى نعرف سبب تسمية الكالسيوم بيدخل عن طريق channel بنقول عليها long lasting calcium channel يعني ايه long lasting يعني بتفضل فتحة لوقت طويل ليه بتفضل فتحة لوقت طويل لان لو لاحزنا مرحلة البلاتو بتاخد وقت طويل بالتالي التشانل هتفضل فتحة لوقت طويل طول ما البلاتو شغال والبوتاسيوم بيخرج من delayed rectifier بتلسم channel ليه سمناها delayed rectifier لان التشانل تفضل فتحة اثناء البلاتو وكمان زي ما هنشوف هتكمل معانا لحد phase 3 يعني هتفضل فتحة لوقت طويل حتى ما قفلتش مع الكالسيوم في نفس الفيز لا ده هتكمل معانا للفيز اللي بعدها اللي هي phase 3 ونتيجة التأخير ده او delay ده سمينا للشانل دي delayed rectifier potassium channel وكلمة rectifier دي يعني بتطلع الايونز في اتجاه واحد فقط وهو انها بتخرج الايونز بره الخلية يبقى كده انا عندي مرحلة البلاتو بتحصل نتيجة balance ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم دخول الكالسيوم من خلال long lasting calcium channel وعرفنا ليه قلنا long lasting لانها بتفضل فتحة لوقت طويل وخروج البوتاسيوم عن طريق delayed rectifier potassium channels وعرفنا ليه delay لانها تتأخر معانا للفيز اللي بعد كده وكلمة rectifier دي يعني بتخرج الايونز في اتجاه واحد فقط في نقطة مهمة هنا برضو لازم نكون عارفينها لو نلاحظ عندي نهاية البلاتو في عندنا دايرة الدايرة دي عبارة عن pump طيب ايه فهيدة البمب دي؟ تعالوا بقى نشرح الموضوده بالتفصيل لانه مهم جدا احنا قلنا ان المخلي المبريم بوتانشيال بتاعنا في مرحلة البلاتو around zero ماشي بشكل مستقيم لا بيزيد ولا بيقل بسبب البلانس بين قوتين ايه هم القوتين دخول الكالسيوم من الخلية وخروج البوتاسيوم برا الخلية قالك بقى ان قبل ما البلاتو بينتهي بحاجة بسيطة long lasting calcium channel اللي كان بتدخل الكالسيوم في الخلية هتبدأ تقفل لان احنا خلاص كده دخلنا كالسيوم بكميات كبيرة جوا الخلية والخلية رفض اي كالسيوم جديد يدخل طيب لو افدنا long lasting calcium channel كده البلانس اللي كنا عاملينه اللي كان ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم هيختل لان هيبقى عندي قوة واحدة بس اللي شغالة وهو البوتاسيوم اللي عمال يخرج بالتالي هيحصل عندي قبل ما عاده ومرحلة البلاتو دي هتقف عندي في المكان ده ومش هتكمل للاخر زي ما شايفين كده في الصورة اللي قدامنا دي طيب ايه الحل للوقتي؟ الحل ان البوزتيفت شارج اللي كنت عمال دخلها اللي هي الكالسيوم ووقفناها اعواضها ببوزتيفت شارج تانية تدخل مكانها علشان تعملي البلانس اللي انا محتاجه علشان مرحلة البلاتو تكمل معايا وتنتهي في الوقت المحدد لها وده وظيفت البمب اللي بنسميه سوديوم كالسيوم إكس 수اديوم إكس تشينجير البمب ده اللي هي السوديوم كاليسيوم أكس تشينجير بتبدأت تشتغل عندي اول ما بنقفل الكالسيوم التشانل والفي نهاية البلاتو ووظيفتها انها تخرجي الكالسيوم برا الخلية انا عند الخلية بقت مليه كالسيوم و اخد الكالسيوم ده و بيخرجو وفو المقابل مع كل واحدة كالسيوم هي خرجها هيدخل لي مكانها التالتة سوديوم كده انا طلعت اثنين بوزتف برا الخلية ودخلت ثلاثة بوزتف يبقى المحصرة النهائية عندي واحد بوزتف دخل جوا الخلية وده حفظني على البلانس انه يفدل موجود ويكمل معي مرحلة البلاتو اللي هي فيزتو اللي تخلص في الوقت المناسب بتاعه يبقى الكستشينجر ده بيشتغل امتى بيشتغل في اخر البلاتو بيشتغل ليه علشان يطولي مودة البلاتو ويخلي فيزتو تخلص في الوقت المناسب بتاعه طيب بيشتغل ازاي بيشتغل عن طريق انه بيطلع واحد كالسيوم وبدخل في المقابل ثلاثة صوديو من الخلية اثنين بوزتف تشارج طلعوا برا ثلاثة بوزتف تشارج دخلوا جوا يبقى المحصرة النهائية في بوزتف تشارج دخل جوا الخلية يبقى البلانس مازال مستمر سريعا كده ايه هي فيزتو بنسميها البلاتو يعني بلاتو يعني بالانس ما بين قوتين وهما القوتين دول هما الكالسيم والبوتاسيوم الكالسيم بدخل عن طريق long lasting calcium channel والبوتاسيوم بيخرج عن طريق delayed rectifier potassium channels بنيجي قبل الاخر بشوية الخلية هتكون مادانة كالسيم فبنقفل long lasting calcium channel وبنشغل حاجة اسمها sodium calcium exchanger اللي بتخرج لي الكالسيم الزيادة اللي في الخلية وبتدخل لي الصوديوم جوا الخلية علشان تعمل لي prolongation تطول مدة البلاتو بتاعي علشان يخلص في الوقت المناسب بتاعه طيب قبل ما نعدي فيزتو اللي هي مرحلة البلاتو في معلومتين مهمين جدا لازم نكون عارفنوا المعلومة الاولى ايه هي فايدة البلاتو ده اصلا ولي هتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل قدام شوية طبعا الوظيفة الاولى زي ما احنا تكلمنا من شوية قلنا انه بيعمل لي balance مع البلاتاسيوم فبيعمل لي مرحلة البلاتو والوظيفة التانية بتاعة الكالسيم انه بيساعد في عملية الكنتراكشن طيب بيعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض في مكان اسمه استركوبلاسم كريتكليوم ده مخزن الكالسيم فالكالسيم اول ما بيدخل جوا الخلية بيروح يمسك في استركوبلاسم كريتكليوم اللي هو المخزن بتاع الكالسيم فاول ما بيمسك فيه بيعمله بيحفزو 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 إن ISO hit-calcium عشان يعمل anticipated يبقى الآن لكيالسيم مش بس وظفته إن يعمل لي بالنس يعمل لي مرحلات بلاتو River لا، ده لي وظيفة تانية كمان، وهي إنه بيساعد في عملية ت میں والعملية سوف نسميه Calcium Induced calcium Released يبقى لو سعلك وقالك إيه هي عملية كالسيم Emduced calcium Released هتقول إن الكالسيم لما دخل الخلية، راح عمل الاندكشن راح عمل تحفيز للساركوبلازم كريتيكولم انها تعمل ريليز للكالسام اللي جواها علشان تعمل كونتراكشن بتاع الكارديك مصر تعالوا بقى نتكلم على فيز تري اللي هي بقية الربوداريزيشن واللي بنسميها رابد ريبوداريزيشن احنا كنا بدأنا الربوداريزيشن في فيز وان اللي قلنا عليها الانيشال ريبوداريزيشن يعني بداية الربوداريزيشن هنا بقى في فيز تري بنكمل الربوداريزيشن اللي بدأناه في phase 1 طيب الوقتي احنا عرفنا اسم phase 3 اللي هي rapid ripolarization ايه سبب phase دي سببها خروج البتاسم برا الخلية فاكرين في phase 2 البتاسم كان بيخرج من الخلية عن طريق channel اسمها delayed rectifier potassium channel وقلنا ان channel دي اسمها delayed بتتأخر في القفل وهتكمل معانا ل phase 3 هي برضو لسه بتخرج البتاسم في phase 3 والشانل دي هتفضل شغالة وبتيجي عند نقطة معينة وهتقفل طيب إلا هيكمل لل ripolarization ال ripolarization هيكمل عن طريق channel تانية بتخرج لي برضو البتاسم لكن الى channel دي لها اسم تاني بنور عليها ال inward rectifier potassium channel ال channel دي هي اللي هتكمل لي خروج البتاسم يبقى عندي phase 3 البتاسم بيخرج علشان يعمل لي ال ripolarization عن طريق 2 channels مختلفين لل channel الاولى اللي مكملة معانا من البلاتو واللي بنور عليها delayed rectifier potassium channel ودي بتفضل شغالة لوقتي معين في مرحلة ripolarization وبعدين بتقفل واللي بيكمل معانا باقي مرحلة ripolarization ال inward rectifier potassium channel يبقى احنا كده خلصنا phase 3 اللي هي بتاعت rapid ripolarization نيجي بقى الاخر حاجة عندنا خالص اللي هي phase 4 واللي بنسميها resting membrane potential طيب إيه سبب resting membrane potential؟ أول حاجة ال inward rectifier potassium channel اللي كانت فتحة في phase 3 مكملة معانا ل phase 4 ولسه بتخرج بتاسيا من الخلية بالإضافة ان الفيس دي فيها بمب اسمها sodium potassium bump البمب دي بتبدأ تنظم للإيونز بتاعتنا الصوديوم اللي داخل جوه الخلية تبدأ تطلعه بره والبتاسيوم اللي كان بره تبدأ تدخله جوه يبقى باختصار كده ايه سبب resting membrane potential؟ أول حاجة وجود الصوديوم potassium bump اللي بتبدأ تثبط لي distributions بتاع الآيونز تاني حاجة وجود ال inward rectifier potassium channel اللي بتخرج لي البتاسيوم بتفضل فتحة أثناء resting membrane potential علشان تحافز على الميبرين يكون سالب 90 ميلي فولت لحد ما نبدأ action potential جديد وهنبدأ نعمل action potential جديد عن طريق انها نقفل ال inward rectifier potassium channel ونبدأ نعمل debolarization عن طريق انها ندخل صوديوم عن طريق الفاست sodium channel وتكمل السلسلة دي تاني يبا كده احنا تكلمنا على جزء مهم جدا في الكارديو وان شاء الله يكون سهل موفيش في أي تعقيد ويا رب نكون في بناه بشكل كويس طيب اللي شرحنا ده كان ايه كان ال action potential بتاع ال heart يعني ايه يعني ده بيمثلي الكهرباء اللي حصلت في القلب طيب الكهرباء دي بتحصل ليه علشان القلب بيعمل وظيفته اللي هي contraction and relaxation طيب ايه اللي بيحصل لأول الكهرباء ولا contraction and relaxation اكيد طبعا بديهي الكهرباء بتحصل لأول بعدها بيحصل contraction and relaxation تعالوا بنتكلم على جزء مهم جدا وبسيط العلاقة ما بين action potential وما بين contraction بتاع الخط الازرق ده بيمثلي contraction and relaxation اللي هم mechanical response بتاع ودي هنا بداية contraction وزي ما قلنا بدأ بعد phase zero اللي هي depotarization وبيستمر معانا phase one و phase two ولحد نهاية phase two طيب تعالوا بقى كده نفهم العلاقة ما بين contraction والaction بتنشر بطريقة بسيطة لو نفتكر مع بعض كان عندنا في مرحلة البلاتو قلنا ان الكالسيوم ليه علاقة بالcontraction صح؟ يبقى طول ما الكالسيوم عمال يدخل الخلية فانا في مرحلة البلاتو وطول ما الكالسيوم بيدخل الخلية فالقلب بيعمل contraction لحد امتى لحد ما الكالسيوم يبطل يدخل الخلية وابدأ اخرجه بنخرجه ازاي لما بنشغل sodium calcium exchanger بتخرج الكالسيوم برا الخلية طيب لما بخرج الكالسيوم يبقى أنا كده بنهي مرحلة البلاتو يبقى أنا كده بنهي الcontraction وابدأ مرحلة جديدة اللي هي relaxation طيب relaxation بيبدأ امتى نص relaxation ده بيبدأ عندي في phase three اللي هي phase بتاعة الربلاليزيشن والنص التاني بيخلص في phase four طيب الوقت لو سألتك وقلتلك إيه اللي بياخد وقت أطول mechanical response اللي هو بتاع contraction و relaxation ولا action potential الكهرباء لو بصنا الصورة دي هنلاقي action potential phase zero one, two, three, four اما mechanical response لو بصنا systole و diastole contraction relaxation وبيفضل مكمل بعد action potential يبقى كده mechanical response بيكون أطول من action potential يبقى كده احنا عرفنا العلاقة ما بين mechanical response اللي هما contraction potential الكهرباء بتاعت القلب تعالوا بقى نلسم علاقة ما بين action potential والexitability changes اللي بتحصل أثناء عملية action potential ده يعني العلاقة ما بين الكهرباء اللي بتحصل في القلب واستجابة القلب للمؤسرات الخارجية أثناء حدوث الكهرباء عندنا ثلاث حاجات بيحصلهم كجزيط changes أول حاجة absurriut refractory period ثاني حاجة relative refractory period ثالت حاجة super normal period والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم علوم بالتفصيل وهنخلص جزء electrical activity بتاعت الهارت كامل علشان المحاضرة دي متبقاش طويلة والحد هنا تكون خلصت محاضرة النهاردة يارب تكون استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته